الرضاكة حالكم مشاء الله صيبين شوفوها لرغم انه عندي ناقل ولازم نسافر لمصر ونحن وحالتي بالحالة لكن اجتهزوا بمحشي قلت خلاص اعمل هذه الكشنة المحشي وهذا اللب وهذه من بعدين التشريبة اللي ما نعمل فيها المحشي وألب محشي شوفوه ماشاء الله كيف يعني اللي معايا الخضار خلاص اني اكمل اللي اكمد الخضار عمي لازم اكملها ان شاء الله الالوان تفتح النفس صح سويت بطاطا اللي عندي الخضار اللي موجودة معايا بصراحة هدي اخر شي خضار عندي و سويته شوفو الان بضيف المرقة هدي مرقة ايش اللي هي الكشنة ببدأ اضيفه كده كده شوفو زي كده رضيتم و برجع لكم شوفو زي كده شوفو زي كده شوفو زي كده شوفو زي كده كيف حالكم ان شاء الله طيبين زي ما استمعتوا اني نقلت من السعودية الرياض الى مصر الحمد الله اني وصلت مصر ولي كم يوم يعني الحمد الله هي مش كم يوم لي ايومين يعني وانا قلت بنزلكم الفيديو تشوفو كيف كنت لأربع سنين واني ألم بالاغراض ونحنا منسافر نقول ومنسافرش يحصل شي شي يعني ومش مكتوب ومنسافرش لما الحمد الله سافرنا كنت ألم الأغراض تخيلوا يعني بتعب شي مجهد كانت امي الله يرحمي وقدتي الله يرحمهم لهم يقولوا نقلت النقل فقر السنة فهمتوا يعني مش بس فقر من الفلوس وكده لا فقر بالصحة وده متعب استرس إرهاق والله حتى النوم ما تناموش تمام الحمد الله كنت ألم أغراض تعرفوا أوراق سبا ماركت هذا حقا أعلانات سبا ماركت كنت ألم فيه وكان عندي كمان الورق هداك التقطق والله مش عارف اش اسمه اللي فيه فقاعات آخر شي ألم فيه لأنه كان غالي ويستهلك اني كتير فكنت أول ألم زي كده بعدين ألم بداكر فقاعات وحطوه في كرتون لازم يكون ملموم الحمد لله بعد ما خلصنا ألم حقزنا ورحنا للعمرة والحمد لله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله هنا خلصت عمره لأمي الله يتقبله يا رب كانت أتمنى شوفه من أربع سنين وأني أتمنى أن أعملي عمره يعني أمي لي أربع سنين وأتمنى كنت أعملي عمره والحمد للربي كتب لي وإن شاء الله مرة تانية اللي ربي كتب لي أعتمل قدتي إن شاء الله بإذن الله ودعيت لكم كلكم والحمد لله الحمد لله هنا خلصنا العمره ويعني خلص رحنا بعدي للفندق يعني خلص كملنا لأنه نحنا أخذنا حملة تجي ثلاث أيام فقط عرفت أنه ما فيش وقت نحنا لازم نسافر كان يعني حاجزين وخلص لازم نسافر هذا كان آخر يوم بمكة والحمد لله بعد كده أكيد رقعت يعني بعد ما رقعت من مكة خلص نظفت البيت كامل شطبت يعني شوفوا هنا هذا المطبخ اللي دايما تقولوا لي هو دا صوري هنا كانت التلاقة وهنا خلص بعد ما نظفت وهذا المكيف الصحراوي اللي صوته يزعبكم هو دا صوت ما نسمعيكش كان هذا السبب مكيف الصحراوي وهنا خلاص شطبت عن المطبخ وطبعا هذا المطبخ اللي دايما تقولوا لي هذا صوري صوري ترتيب الدوالب بس للأسف كانت الدوالب عبارة عن كاراتين والمطبخ عبارة عن كاراتين ورايا وهنا أقول له باي باي مع السلامة لأنه خرج من هذا المطبخ أكلات كتير واختراعات باي باي يا مطبخي أكيد بيوحشني وخلاص هنا رحنا المطار وخلاص كان السفر يوم السفر طلعنا طيران النيل الطيارة كانت كتير ضيقة بقد يعني كأنه ورا بعض رحلة كانت شوية متعبة بسبب يعني حسيت الطيارة كتير ضيقة والكراسي حتى الكل كان يشتكي بس عادي يعني الحمدلله نحنا وصلنا بالسلامة وهنا كان وقت الهبوط عرفتوا طبعا أنا لازم أقول لكم شيء أني كنت أروح مصر وأرجع بس أروح ثلاث أيام خمس أيام أسبوع وأرجع للرياض لأني كنت أوضب الشقة يعني تعرفوا مطبخ وأشياء كنا نروح ونيقي بس الوقت كان كتير يعني ضيق وبعدين أنتم عارفين يعني نقل ياريت أني نقلت من بيت لبيت أو شقة لشقة يعني أو أني رحت يعني امتقلت إلى مصر وبعدين أتستل أني نقلت أغراضي إلى مصر يعني شيء متعب مجهد الآن بتشوفوا أنتم بتشوفوا كيف للدرجة أني مش عارفة أني أبدأ وصفات رمضان أصور ولا أصور مش عارفة والأغراض التعب الإرهاق مش عارفة إيش أسوي يعني زي الضايعة كده كل ما أشوف أغراضي ودي الكراتين والأشياء والله إني جيني اكتئاب يعني على طول أرشيل نفسي وادخل غرفة النوم وأجلس مش إش أشوف الأغراض مش عارفة من فين أبدأ مش عارفة أضحاك ولا أبكي ولا أبتدي معاكم وصفات رمضان ولا أرتب والله ما أنا عارفة إيش أحكولي تعرفوه هو ممكن بالتصوير بيل لكم صغير بس الكراتين كبيرة ها والله مش عارفة إيش أقول لكم ها عمشت النور وصل بالصح النوع مسكين أخذ له كم عردودة من فين العراضي يعني من هنا عردودة شوفوه يعني فيه ما كانت تعفصها بس عادي هون سليم هون سليم أقالي الحمد لله من داخل أخذ لقاء كم ضربة بس بتعدل أقدر بالمطرفة أعدله أهم شي هادي اللي عقين فيها وكل شي وبس شوفو كيف حالي حالي ماهوش حالي أرويكم المطبخ كمان وهنا بديت خلاص أفتح الأشياء المغلفة يعني بديت أفتح الكراتين طبعا يعني أكيد فيه خصائر كتيرة أنا نقلت على دفعتين أول دفعات صراحة أشياء كتير مكسرة والآن مكان يكون مفتح كرتون يعني مرات أبكي أشياء أبكي عليها أقهر يعني كتير تكسرت عليها فيه حاجات غالية عليها بس إن شاء الله ربي يعودني خير يعني أقول ربي يعودني وهنا برويكم من الشغل يداتي تقطعت عارفين كانت يداتي تخرج دم أقول لكم يداتي ما كنش أحس فيها خاصة لما أخرج الكراتين وكمان وقت التغليف لما كنت في الرياض ووقت لما قيت أفتح والله معدومة للآن يداتي معدومة النموة مقرحة متعورة لما أحط عليها صابون تحرقني يعني كريم تحرقني مش عارف عش يسوي وقفاف من التعب من التغليف وبعدين الفتح كمان الفتح من السهل متعب سواء نحنا غلفنا بالبداية بعدين لما نجي نفتح متعب بالشكل يعني الأشياء كده مبعترا صح أني عاملة مكاني حق المطبخ بعدين أني لما قيت ألم الأشياء حطت بيني ملابس عرفتوا كمان لميته بالملابس عشان نخفف من التياب وهنا والله كنت أفطر وأني واقفة وأني ألم ورفع وأسوي لأنه ما فيش وقت تعرفوا أني كنت مرات أقيم مصر أسبوع وأرجع على الرياض ثلاث أيام وأرجع على الرياض يعني تقريبا عبر مرتين كده فقط ما شاء الله هنا فيه أشياء الحمد لله وصوت كنت شوفوا الحاجات اللي كنت خايفة أني تتكسر ما تكسرتش أقول يعني أني تتكسر ما تكسرتش والأشياء اللي غلفتها أقول ما تتكسرش والله تكسرت لذا رأيك فيه أشياء مغلفة مضبوط مضبوط تكسرت ليش؟ لأنه شركة الشحن أي كل الشركات الشحن بعدين هنا ما أظن التفتيشات هنا يفتحوا الكاراتين لما يفتحوها ما عادي رقعوها زي ما كانت مغلفة فتتكسر هذا السبب أكثر الحاجات اللي تكسرت اللي انفتحت فكنت زعلانة على الأشياء بس عادي قلت يا هده معوضة يعني خلاص اللي فيه أغلى مني راحت عرفتوا كيف خلاص كده يعني أراضي نفسي وفيه حاجات طبعاً أخدته معايا بالطيارة حاجات يعني غالية عالية خايفة أخدته معايا بالطيارة وأول حاجة برويكم الفيديو القاي الشي اللي أخدته بالطيارة وتهزأت عليه ومسألت عليه كثير وممنوع بالمطار وليش كده شايلة يعني بتعرفوا بالفيديو الثاني بصور لكم مش فيديو بصور لكم يا ها شورت طبعاً وهنا شوفوا عشان تعرفوا أني من زمان معايا أحب المضاقات مش عارفة ليش عندي كثير مضاقات حق الثوم والبهارات من زمان معايا وأني كمان أحب أني أشتريهم هنا حتى استخدمت شوفوا اللي بينقل شوفوا أفكار حق البروتين هذه العلب حطوا فيها أشياء ما شاء الله تحفظي كل يطلع سليم وهنا بمصر معليش هذه الأصوات حقاً في عمال في كده قنبي كمان يسوهم وهنا أكيد تعرفوا فوات المطبخ معايا والأشياء حطيتوا على لما ركبوا لي السوفة حطيتوا تحت السوفة بزامة لما بعدين نشوف له مكان وإن شاء الله منرتب المطبخ مع بعض عطوني أفكار عطوني رأيكم لأنه كده بس أني حطيت الأغراض بس دخلت كده الأغراض أتقل مني وأفتح الكراتين الثانية لأنه البيت كله متلاغ راض وكله كراتين وأعلى حاجة حاجة من لم هذا فيديو اليوم إن شاء الله يعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم